مقام العلم فإن مقام العلم مقام رفيع جدا وعال جدا وكريم جدا ونيله صعب جدا لأن الله عز وجل كرم هذا العلم فجعله صعب المنال لا يصل إليه إلا القلة من الناس لكرامته وشرفه فما هو بالشيء المبتذل يصل إليه كل أحد ومن ألوان تكريم الله تعالى لهذا العلم أنه لا يعطيه إلا من تفرغ له كل التفرغ وعبر عن هذا المعنى إمامان جليلان متعاصران أقران الإمام أبو يوسف القاضي التلميذ الأكبر للإمام أبي حنيفة وقارينه أيضا في التلمزة على الإمام أبي حنيفة الإمام وكيع بن الجراح رضي الله عنهم جميعا فإنهما قالا مقولة واحدة وتكاد تكون بالحرف الواحد العلم إن لم تعطيه كلك لا يعطيك بعضه وأنت على نيل البعض منه على خطر يعني على احتمال على خطر أي على احتمال فإن أعطيت هذا العلم كليتك مواهبك التي أكرمك الله إياها بها من السمع والبصر والعقل والفهم واللسان والحضور والعافية والذهاب والمجيء في تحصيل العلم إن أعطيت كليتك مواهبك كلها للعلم لتحصيله فإن الله عز وجل يعطيك بعضه ومع ذلك فأنت على خطر لنيل هذا البعض